من الحاجات دائما اللي بتقليق الناس أنا مكلمة كواليه أمر طبعا عندي أولادي وعايزوا ملعبوا كورا وبقى بص وإحنا من التكلم دوقتي فيه ألاف من الناس ممكن يفرج علينا أنا كمان نفسي ابني بمحمد صلاح كل الأولياء لهمون نفسهم وولادهم بمحمد صلاح بس عندهم خوف من مجملات ممكن تحصل في الأبدية من بعض الأكاديميات اللي ممكن ما تكونش هدفها إنها تطلع لعيبة على عدد ما هدفها الربح أنا بحاول أختار ألفاظي إنه لا أنا ابني مش جاهز بدنيا ولا جثمانيا إنه يبقى لعيب كورا فمش هواديه أصلا الحاجات دي دائما تقرق كل الشعب المصري إنه كل واحد عنده ابنه عايز يلعب كورا كل حاجات دي يتروح جاية قدام عنيه أنا لا ابني مش يلعب كورا أنا عارف فأنا كده كده أصلاحيب المجاملة والراجل ده بيتكلم والمزعل قدام والشاب ده وكلهم كده كده لازم ده هيجيبوا قرائبهم نقول للناس عشان عجبني جدا أنا متطمن للحوار فأنا عجبني جدا لما أنت كمان قلتري يوم الثلاث في مركز شعب الجزيرة الناس ممكن تيجي تختبر عادي طمن الناس فاهمهم أنتوا المعيين اللي بتشتغلوا بيها تطمنهم ما يحسوش إنه يبقى فيه أي نوع من ألوع المجاملات أو لقدر الله لقدر الله اللي بتعمله بعض الأكاديميات القليلة طبع أولا يعني الضمان الأساسي لهذا المشروع هو أنه مشروع الدولة أن الدولة بتشرف عليه ودولة تضمن أن المشروع ده لازم يمشي في السياق المفروض يمشي فيه يعني أنه يدي فرص متكافأة للولاد البعد الاجتماعي مهم جدا بالنسبة للدولة أن يبقى فيه انتشار للمشروع في المحافظات أنه يراعي البعد الاجتماعي في تسعير الخدمات اللي بنقدمها أو التدريب اللي بنقدمه فده الضمان الكبير أن الدولة ده مشروعها يعني ما هواش مشروع بيدار لأغراض أخرى وأعتقد أن الدولة هدفها الأسمى والرئيسي هو اللي قلت الحضرتك أن البعد الاجتماعي وأنه نحقق عدالة وأنه في نفس الوقت نوصل أكبر عدد ممكن من المحترفين من مصر خارج مصر ويبدو القوام المنتخبات بعد كده والفرق الأوروبية تبقى بتسعى لنا تلاقي لعب مصري بنفس المواصفات الجيدة اللي هو بيروح يجيب بيها لعب من أفريقيا في سن صغير نحن ما بناخدش الخطوة دي دايما بدري بناخدها متأخر شوية وبنبتدي نطلع أولادنا في سن فوق العشرين سنة أو 22 سنة بيكون لعب لسقل مختلف النقطة التانية المخاوف من عدم الحيادية ده أول نقطة ذكرتها لحضرتك احنا الموضوع مش عايزة أقول شبه موميكن لكن هو في معايير يعني احنا ما بنقبلش حد بمجاملات لأنه في نهاية لو أنت قابلته كمجاملة حتجامله لحد إمتى حتجامله شهر أو 2 أو 3 لكن أنت مش حتقدر تجامله وانت بتتعامل مع جانب الآخر الأجنبي أنت تقوله خد اللعب ده ده كويس ومش كويس مفيش فرصة لكلام ده يعني الموضوع ده مفيش فرصة فإحنا عايزين ننجح والنجاح ده هو أن أنت تلاقي مواهب حقيقية تديها فرص حقيقية متساوية عشان كده الاختيار في الاختبارات زي الأحمد قال عليها بتبقى معايير محددة اللعب بعد لما ينضم لينا بعد 3 شهور بيتم إعادة اختباره للمرة التانية لجنة اللي بتقيمه أكتر من مدرب والمدير الفني لازم يمضي على التقييم اللعب ياخد درجات في التقييم دي احنا حطناها بالنجوم بياخد نجمة أو 2 أو 3 اللي بياخد 3 نجوم بيعفها تماما من أي مصروفات وبياخد اللبس مجانا لأنه ده بقى الموهبة لوصل لمرحلة أنه لا ده موهبة تستحق أن احنا يعني نديها اهتمام إذا الولد استمر في نفس المستوى ده بيفضل ياخد نفس المزايا إذا جاءت فرق من بره شافته زي ما حصل نهاردة مع أحمد أو سمصر شافه وقاله هو ممكن يسافر برا بيبقى مرشح ياخد حاجة اسمها أربع نجوم دي بتدينه مزايا إضافية بأنه قدر يسافر على حساب المشروع بأنه بتعمله برامج إعداد خاصة فإذا احنا غرضنا أن احنا نحقق النتيجة وهي وصول أكبر عدد ممكن من لعبي المصريين للاحتراف المجاملات في الموضوع ده هقول لحضرتك تكاد تكون شبه منعدمة يعني مش عايزة أقول انعدام تام خد يكون فيه يعني بعض المجاملات لمدة نص ساعة مش هتعدي أكثر من كده